روح 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 تنحصل المظاهرات الاحتجاجية في المدن الغربية بين التكتم الإعلامي من قبل قنوات الإخوان الليبية وبين تأييد لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين من قبل إخوان تركيا حيث عبر الكاتب التركي إسماعيل ياشا المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإخواني الحاكم في أنقرة عن تأييده لقمع المتظاهرين في طرابلس بالقوة حتى لا يتكرر السيناريو المصري الذي انتهى باقتلاع الإخوان من الحكم وخسارة تركيا لنفوذها في مصر ويعتبر ياشا أحد الكتاب الأتراك الموالين لأردغان ومن المكلفين باستهداف الجمهور العربي من خلال كتاباته باللغة العربية والترويج لأفكار النظام التركي وقد اعتبرته المملكة السعودية شخص غير مرغوب فيه وذلك بسبب كتاباته التي تحاول استقطاب عددا من الكتاب السعوديين لصف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التي تصنفها المملكة جماعة إرهابية وكان الكاتب التركي إسماعيل ياشا قد علق على موقع تويتر لإبراهيم أكسودا أحد كوادر الإخوان المسلمين الليبيين بأن ليبيا ليست كمصر بإشارة منه أن السيناريو الذي حدث في مصر وتم القضاء على الإخوان بأنه لن يحدث ويتكرر في ليبيا وكان أكسودا يشير في تعليقه على المظاهرة التي خرجت أمس في طرابولس المحتلة وأقلقت الرئاسي وحلفائه الإخوان المسيطرين على مفاصل هامة وكثيرة في الدوغة سيما رفعوا شعارات ضد امتصاص تركيا ومرتزقتها السوريين للمدخرات الليبية وقد حدث ذلك بالفعل ما يعني هكسودا وهو مواجهة الميليشيات المظاهرة السلمية بالرصاص الحي ويعرف ياشا في وسط جمهور تويتر بتأييده ودعمه الشديد لتدخل التركي في ليبيا وترويجه للتقنيات العسكرية التركية التي استخدمت في الحرب كطيران المسير علي الفايدي ليبيا الحدث